رياضيا حسم المنتخب الوطني لكرة اليد التأهل إلى الدور الرئيسي في بطولة العالم بعد فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 19-30 في الجولة الثانية من الدور الأول من المسابقة بهذا الفوز رفع منتخب اليد رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة السابعة بعد أداء استثنائيا حسم المنتخب الوطني لكرة اليد التأهل إلى الدور الرئيسي في بطولة العالم المقامة في السويد وبولندا وذلك بعد فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 30 هدفا مقابل 19 في الجولة الثانية من الدور الأول من المسابقة وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول بالتفوق على المغربي ب13 هدفا مقابل 9 ومع بداية الشوط الثاني ظل الوضع كما هو عليه لينهي فارق المدرب الإسباني روبرتو باروندو اللقاء بفارق 11 هدفا بعدما وصلت النتيجة إلى 30 هدفا مقابل 19 بهذا الفوز رفع المنتخب الوطني رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة السابعة حيث يحتاج إلى الفوز على الولايات المتحدة في الجولة القادمة لضمان الصدارة والوصول لدور المجموعات الثاني بالنقاط الكاملة وتتأهل أول ثلاثة منتخبات من كل مجموعة للدور الثاني والذي يلعب أيضا بنظام دور المجموعات حيث ستلتحم المنتخبات المتأهلة من المجموعة الثامنة والتي تضم كل من تونس والدنمارك وبلجيك والبحرين مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة السابعة التي تتصدرها مصر شكرا